دودي فرغلي دودي فرغلي دودي ده انا اسم بحبه جدا لان بنت اختي اسمها يا دودي اسمها درية ويقول لها يا دودي وانا بحبها جدا جدا لو سمحت انا كنت عايزة اسأل الدكتور حسام موافي سؤال ان لو ما عنديش ضغط واخدت كنكور سنين ونص ومشي عليه بقالي 11 شهر يحصل ايه ولا حاجة ولا حاجة اتنين ونص ملي من اي دوة من المجموعة اللي انتي بتقولي عليها ما يحصلش حاجة خالص بالعكس ساعات نكتبه مش للضغط هو فايدة الدوة ده ايه اسمهم المجموعة كلها بيتا بلوكر المجموعة كلها بتوطي ضربات القلب يعني لو واحد قلبه تسعين وديته الدوة اللي انتي بتقولي عليه ده هيبقى سبعين او ستين ودي ميزة دي ميزة القلب السريع قوي ده مش حلف يعني انا وانا بجري احسن ولا انا مرتاح لا انا مرتاح طب اذا كان قلبي كأنه بيجري مش حلف فالدوة ده ما يعملش حاجة ده ساعات كتير جدا نكتبه المرضى مش ضغط مش ضغط خالص بس الهدف منه ان انا اوطي ضربات القلب نور الوصيف والديتي عندها خمسة وخمسين سنة تعبت وديناها للدكتور قال عندها حصوة واحدة في المرارة كبيرة في الحجم كتبلاء علاج لمدة شهرين وما زالك بتحس بآلام النصيحة اللي تقولها لنا اياه حصوة المرارة قنبلة زمنية موقوتة قنبلة موقوتة والله حصل مرارة خطير جدا 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 اه ساعاتي بقى ساكت واسنين وحدش قرب له شكريه وانه ضرب له تعظيم سلام لكن لو تحركت حصوة المرارة هي بتقول كبيرة صعب انها تقول اللي انا بحقوله صعب جدا ان حصوة كبيرة في المرارة تعمل اللي انا حقوله انها تتحرك وتنزل سد لكن جايز الحصوة الكبيرة معها حصوة صغيرة جايز جدا احنا عندنا قناة البانكرياس جاية هيا قناة البانكرياس فيها المواد اللي بتهدم بتهدم ايه البروتينات والدهون عندي انزيمين رائعين انطار روعة بينزلوا قناة البانكرياس اه ليه عشان ينزلوا على الامعاء ليه عشان يهضموا يهضموا ايه الدهون والبروتينات البانكرياس بيطلع انزيمين مادتين عشان تهدم ودي القناة ماشية عادية جدا 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 قناة المرارة مهمة جدا للهض وللامتصاص الدهون انا هضمت الدهون عايز ادخلها بدمي بقى المرارة العصارة المرارة قناة بس قناة دي بتقابل قناة دي يتقابلوه ويبقوا قناة واحدة قلناها قبل كمليون مر قناة البانكرياس اهي قناة المرارة اهي اللي اتنين يبقوا قناة واحدة ويفتحوا في الامعاء توفرت حصوة صغيرة قفلت القناة المرارية في الاخر هتقفل معها قناة البانكرياس بقت كارسة بقت كارسة بقى التهاب حاد في البانكرياس عشان كده احنا بقى بنسبش مرارة فيها حصوة صغيرة الكبيرة بيبقى فيها كلام نسأل الجراح تحب تشيله ولا متحبش بس الزغير بخاف منه جدا جدا جميع حالات التهاب البانكرياس اللي جات عندي في العناة المركزة كانت بسبب حصوة مرارة جميع حالات التهاب البانكرياس اللي دخلت عندنا في العناة المركزة في الاصر العيني كانت حصوة صغير وقفل قناة قفل قناة انا بنزل العصارة اللي هتهدم البروتين والدهود بترد تاني تعمل ايه تهدم البانكرياس تهدمه وهو لحمة وخلاص طلع لانها ابتدت تبقى ناشطة الانزيمات الاول جوه ما تبقاش ناشطة اول ما طلعت بره بقت ناشطة رجعتها تاني هضمت فده مش حلو انا لو انا شخصيا اشيل المره عملته مره سهله جدا بتعمل بالمنظر ما قولش انت السن اديه السنها خمس وخمسين سنة صغيرة جدا يعني تتحمل الجراحة بسهولة شديدة جدا 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 مجرد